الميسترو متولي يعود الى الرجا اجتماع بين القجاع ومدرب فرنسي مرشح لخلافة لارغيد الجامعة تطالب تأجيل مباراة المنتخب المحلية امام نظره الجزائرية الوداد والرياضي امام نهضة بركان فرصة جديدة للحسم في اللقابة الزمالك بدون حراس في نهائي الكاف امام بركان اهلا بكم اعلن فريق والرجاء الرياضي عن تعاقده الرسمي مع محسن متولي نجم الفريق السابق ليعود الى القالع الخضراء بداية من الموسم الرياضي المقبل وتحدث النجم الرجوي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للفريق مباشرة بعد اعلان التعاقد معه تحدد فيه عن رغبته في حصد الالقاب في الموسم المقبل رفقة الخضراء وتعتبر صفقة متولي هي الاولى التي اعلن عنها المكتب المسير للرجاء في فترة الانتقالات الصيفية في انتظار الاعلان عن صفقة تعاقده مع المدافع كولي بالي والكونغولي فابريس انغا عقد فوز الاقجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا مع اطار فرنسي مرشح لخلافة ناصر لارغيت في الادارة التقنية الوطنية حسب ما اكدته مصادر جامعية مسؤولة ويرجحه ان يعقد رئيس الجامعة اجتماعات اخرى مع اطور اجنبية مرشحة لشغل منصب مدير تقني وطني قبل اختيار احدهم لخلافة لارغيت الذي اعلنت الجامعة عن فك ارتباطها به بناء على تقرير مكتب الدراسات المكلف بتقييم عمل الادارة التقنية الوطنية في الفترة السابقة وتشهد الادارة التقنية الوطنية فراغا كبيرا بعدما انهت الجامعة ارتباطها بجميع العضور التقنية باستثناء بعض المدربين في انتظار تعاقد مع مدير تقني جديد لاختيار الاطور التي ستشتغل معه في المرحلة المقبلة رسلته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الافريقية لمطالبته بتأجيل مباراة المنتخب الوطني المحلي امام مناظره الجزائرية برسم التصفيات المؤهلة للبطولة الافريقية للعبين المحليين وتقترح الجامعة اجراء مبارتين الذهاب والاياب في اكتوبر المقبلة في التاريخ الذي يحدده الاتحاد الدولي لاجراء المباريات الدولية علما ان الكاف كان قد برمج مبارة الذهاب في الفترة ما بين العشرين والثاني والعشرين شتنبر بين مبارة الاياب يقرر ان تجرى في الفترة ما بين الثامن عشر والعشرين اكتوبر ويعتبر المنتخب المحلي بطلا للنسخة الماضية التي توجبها في المغرب على حساب المنتخب النجري بعدما فز عليه في المباراة النهائية بأربعة أهداف لصفر وكانت الجامعة قد طالبت أيضا بتأجيل مباراة المنتخب الأولمبية أمام نظره المالية برسم تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة وتنتظر قرار الكاف سيحلو الوداد الرياضي مساء اليوم ضيفا ثقيلا على فريق نهضة بركان برسم الجولة الثامنة والعشرين من الدور الاحترافية الفريق الأحمر أمام فرصة جديدة للاقتراب بشكل كبير من التتويج باللقبة إذ تنقصه أربع نقاط فقط للحسم في الدرع الاحترافية وسيكون الوداد أمام فرصة جديدة لتكسير عقدة الفشل في الفوز على نهضة بركان بالملعب البلدي لمجينة بركانة إذ لم يسبق لزملاء إبراهيم النقاش أن فازوا على الفريق البركاني بميذانه ضربت لعنة الغيابات مركز حراسة مرمى الزمالك المصري الذي سيواجه نهضة بركان في نهاء كأس الكون في ديراليا بغياب عماد السيد حارس مرمى الفريق الذي تعرض لكسر خلال مبارة فريقه أمام الداخلية في منافسات الدوري المصري وسيغيب عن ذات المواجهة الحارس الأساسي محمود جنش بعد تلقيه البطاق الحمراء خلال مبارة النصف النهائي أمام النجم الساحلي التونسية ويحتل عمر صلاح الحارس الثالث للزمالك المكان الأساسي في ذهاب مبارة نهائي الكون في ديراليا بدون وجود بديل نظرا لغياب الثنائي المذكورة قبل الختام نود أن نعلم متابعين أنه للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا لطخ وصونس وصونس.م نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة